ترجمة نانسي قنقر وأشهد سمو حفظه الله بجهود سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في تقديم الدعم والإسناد وتهيئة الظروف التي تكفل النجاح للمشاركات الخارجية وتحقيق أبناء البحرين للنتائج التي تبعث على الفخر والاعتزاز في مختلف المحافل الرياضية وأكد صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الإنجاز الذي حققه ملازم ثاني عبدالله السيد عطية في بطولة مراثون أدنك العالمية يعكس ما يتمتع به أبناء البحرين من روح الإصرار والتحدي التي تقودهم نحو التمييز والإبداع وتحقيق مزيد من الإنجازات متمن يسموه كل التوفيق والنجاح له في مشواره القادم